لليوم الثاني على التوالي شهدت مدينة شرم الشيخ أعمالت دورة تاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة مائة واثنين وخمسين دولة من أصل مائة وتسعة وثمانين دولة موقعة على الاتفاقية تصديف مصر المؤتمر حتى يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري في مركز المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ توصلت فعليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورات تاسعة وشهدت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات كان أبرزها جلسة عن حماية الرياضة من الفساد وخاصة في الأحداث الرياضية الكبرى فضلا عن مبادرة استرداد الأصول المسروقة وجلسة أخرى عن إساءة استخدام أنشطة جمع الأموال لأغراض الفساد والجريمة بشكل عام أنه كل دولة قدمت الجهود التي تعملها من ناحية تعديل أو تطوير تشريعات خاصة بقانون ضمان عفا بالإتفاقية الدولية مكافحة الفساد منها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات اللي هو نعتبره من أهم مبادئ حقوق الإنسان المؤتمر يعني بيحظى بمشاركة مكسفة للغاية أكتر من 3000 واحد بيشاركوا الجلسات النهاردة كانت يعني مركزة على الشق رفيع المستوى في خمس رؤساء دول تحدثوا في جلسات الأمس واليوم في أكتر من 64 رئيس هيئة رقابة إدارية في 26 وزير عدد كبير منهم كان حاضر بشكل يعني غير افتراضي بشكل حقيقي داخل المؤتمر وعلى مدار الجلسات تناقش مشروعات وقرارات تتناول قضايا من بينها منع الفساد ودور المؤسسات الرقابية العليا واستعادة الموجودات المسروقة والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون وذلك وسط حضور عربي ودولي كبير في الكثير من المناقشات كان فيه أنشطة جانبية جد وثرية نشط جانبي المتعلق بالشبكة العربية للنزاهة العسينيات الذي تم تنظيمه بالتوافق وبالتعاون مع جميع الهيئات العربية التي تشتغل في الوقان الفساد ومكافحاته جزائر، تونس، العراق، دولة فلسطين، المغرب جميع الدول العربية يعني الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مشاركة الوفود العربية عريضة بمعنى أنه غالبية الدول العربية شاركت بحضور شخصي وبعض من الوفود قليل منهم شاركة عن بعد أو من خلال المنصات التواصل تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصق العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد قريمة الفساد وتجتمع دول الأطراف الاتفاقية كل عامين لاستعرض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية أحمد الحسيني التلفزيون المصري